اشتركوا في القناة البحيرة وولوت قريبة للدار ديال العائلة ديالي وبالمناسبة غد نحكي لكم باختصار قصة وولوت العجوز والشيخ هي قصة من قصص الزمن الجميل وكانوا يحكيوها لنا جدودنا ووالدنا المهم تابعوني وبقوا معايا حتى نهاية الفيديو عين للا وولوت هذ المنبع المائي موجود هنا من زمان وكون هذ الباركة اللي طول ديالها فيه 30 متر والعرض ديالها فيه 15 متر في فصل الشتاء تطفيد ويكتر فيها المزاف والمنبع ديالها كيصب في واحد الواد ثميته واد شراعة والذات ديال الجنانات كيستفدوا من هذ المياه ديالها هذ البحيرة بعيدة على مدينة أدركان قريبا بثلاثة كيلومتر واو اللوت هذ اسم لعين مائية المهم الاسم ديالها بيرتابط بواحد الحكاية شعبية كانوا جدودنا يحكي ولينا عليها هذ الحكاية هي وحد العجوز اسمها واو اللوت كانت تسكن في وحد الخيمة في وسط الخي وفي نفس الأرض ديالها بلعين قبل ما يتفجر نماء ديالها هذ العجوز كانت عندها وحد لمعزة وكانت تعيش من اللابان ديالها وكانت عندها واحد الكلباء بالجاو ديالها هذ العجوز مسكينة كبرت في السن وضعاف ليها مضفر ديالها يعني نقص ليها مضر ديالها وفي يوم وفي يوم الليام قبل ما تغرب الشمس جال لخي واحد الشيخ عنده اللحية بيضة ولوجه ديالها فيه النور وكان وكان راف بيض ديالها واحد لعصة ديالها كانت تساعدها في الرحلة دياله المهم جال الخيمة ديال هاد العجوز وطلب منها ضيافة الله رحبت بيه وبيتاتها عندها ليلة كاملة طبخط ليها الطعام بداك الشعير اللي عندها وثقاط الطعام باللبن ديال المعذة وذيناته باللحم المهم الشيخ قلاء الطعام حتى شبع ومن بعد طلب من هاد العجوز باش تقرب منه دار يديها على عينيها وفي ديك اللحظة رجع ليها البصار ديالها يعني كانت عمياء ومنين دار يديها على عينيها صاطي في الحين بقات تشوف وكذلك دار يديه في الخنشة خاوية ديال دقيق وتعمرت المهم هو وصاها باش ما تخبر حتى واحد من ثقان ديال القرية باللغة دي كمن الرحلة ديالها في مهار غدا في الصبح المهم هو ضرب الوتاد ديال الخيمة في المكان اللي غادي الكلبة تنقل فيه الجراو ديالها العاجوز فوتت الليلة وهي فرحانة بالساس وبقات حيرة في هاد الشيخ المهم مهار غدا في الصبح الشيخ غادر الخيمة بعد ما وعد العاجوز بالخير إلى دارة الوصية دياله العاجوز خبرت السكان ديال القرية وبثاف منهم صدقوها راقبوا الكلبة ديالها حتى شافوها تنقل جراوها واحد مور واحد بعيد وكانت تتحطهم تحت الصدرة المهم أصحاب الحي بقاوا ينقلوا الخيام ديالهم حتى خلاو وفي نفس اليوم ثبت اشتاب ذات وفي ذاك اللحظة بانت هاد البحيرة ومن ذاك الزمان سموها عين للا وولوت أغلبية الناس كلموا على قصة الآجوز والشيخ وقالوا بأن الشيخ هو سيدي عبدالقادر الجلالي وقالوا بالليجاء من مدينة بغداد من بلد العراق ومنين فات بهذا المكان وشاف الناس عايشين في الفقر والجوع بسبب الجثاث في ذاك الوقت الله كرمهم بدك البحيرة وافتح عليهم أبواب الرزق صحاب هاد القرية عطرفوا بالبركة ديال هاد الشيخ وفي ذاك الزمان الأهل ديال القرية بنوا ليهم مقام وبقوا يزوروه وسموا هاد المكان سيدي عبدالقادر الجلالي وكانوا كل عام يديروا فيه الصدقة ومن هالي يبقوا الناس اللي امراض واللي مغبونين يزوروا هاد المكان وكانوا يغسلوا بالمديال هاد العين قبل شروق الشمس واللي المهم هاد هذه الحكاية الشعبية اللي ارتبطت بعين وولوت كل واحد يفكي الحكاية على حسب القدرات دياله عين وولوت فعرفت في الخمسينات والستينات بالحوت وكانوا يجيوا لها الناس باش يصيضوا منها الحوت بعض الناس من السكان القدام ديالها بالقرياء ديال عين وولوت كي يعودوا باللي في سنة 1958 و1959 قبل استقلال الجزائر الشقيقة كان جيش التحرير الجزائري في الضيعة ديال بالحاج في التكانة ديالها قريب من العين وكانوا يستغلوا الحوت ديال هاد البحيرة لمهم القصة ديالي عاجوز والشيخ هي قصة طويلة بزاف ولكن انا حكيتها لكم باختصار انتمنى تعجبكم القصة وانتمنى تتدعموني وتشجعوني وانتمنى تتبرتجوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم ومع احبابكم في جميع مواقع التواصل الاجتماعي مبارك الله فيكم وشكرا لكم والف تحية والسلام لكم ورمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير والأمة العربية والإسلامية بألف خير